اشتركوا في القناة 11.3 البيتة السادس برضو اللابتوبات والتيفي او اس 14.5 البيتة السادس والواتش او اس 7.4 البيتة السادس ابل واتش فابل مكملة قدام بالمهم اتوقع انه في بعض التحسينات هنا في البيتة السادس اكثر من بيتة الخامس مع نفست هذا البيتة برضو في نهاية الحرف او البلت نمبر حقه الى الان ماسكينا على الـ A ثالث بيتة تغريبا على الـ A لو نشوف البلت نمبر ونخش العدادات نروح عام نروح حول نشوف نهاية البلت نمبر هنا بالنهاية A نفسه نفسه اللي قبله الحرف النهاية A لكن الارقام لازم تختلف البيتة اللي قبل البيتة الخامس كان 18 E 51 86 A فا حين اختلاف هنا برضو برضو لو نروح لكم للمود انفرموير بننزل تحت مود انفرموير البيتة الخامس كان عندي 1.62 11 الان 1.62 11 برضو ما تغير شيء طيب شى الاشياء الجريدة اول حاجة الشي الجريدة اللي حطتها ابل الان الآن لو تخش لحق سيري باللغة الانجليزية فقط نخش سيري هنا نشوف هنا الأصوات باللغة الانجليزية ولازم الامريكية برضو الارلاندي والاشياء الثانية ما في شي جريد صوت عالي مرة لازم بالامريكي هذي الأصوات اللي تنزل هنا لو نخش معاكم النسخ الموجودة عندكم نشوف سيري هنا باللغة العربية طبعا ما في شي جريد لكن نحطه لو بالانجليزي مثلا الولايات المتحدة برضو نرجع نشوف الأصوات هنا كانت النسخة اللي موجودة عندكم الآن مكتوب في أنثى وذكر قبل الكنسلة ذلكلمة خلتها أصوات الصوت الأول الثاني الثالث الرابع في اللغة الانجليزية دل ما نشوف مثل هذا الصوت أو هذا الصوت أو هذا الصوت فصارت أربع أصوات فصارت بدل مكان بس صوتين عندك تذكر وأنثى فعركة حلوة نحط الهندية بس حماس ماله حماس ده ماله حماس ده ماله حماس ده فهذا الخيار في سيري تقدر تغير الأصوات عندك عندك أربع خيار من الأصوات وشالة الذكره والأنثى بس في اللغة الإنجليزية والولايات المتحدة الأمريكية فقط شي شي ثاني برضو في المابس أنا عارف أن أكثر الأشخاص ما يستخدمون المابس أو خرايط أبل رسمية لكن في شي جريد في المابس خرايط أبل الآن بعض المناطق مثلا برضو الأيربورت هنا لو نكتب مثلا مطار لوس أنجلس دولة تحطه وقاموا المطارات نفسهم يحطون تحذير هنا مثلا ما نشوف يقول لك المطار هذا يطلب منك أنك تلبس ماسك بسبب كورونا فأنا نقدر أقول لكم ميزة يعتبر لكن همشي أنك تذهب إلى المطار مثلا تشوف تنبيه هنا يقول لك أنك لازم تلبس ماسك أحس أنه شي تاثه لكن شي يحطوا تنبيه هنا بعض المطارات على حول أمريكيا ما أدري هل في دول ثانية أو لا أنه في تنبيه هنا يقول لك هذا المطار لازم تلبس ماسك مع أنه إجباري بدون ما يتشوف ذلك لكن بعض الأشخاص لازم تقول لهم عشان يبسون ذلك طيب الأشياء الثانية برضو فيه شي في الكودينج داخل في الكودينج في نفس النظام الجديد النسخة اللي قبل طلعنا في الكودينج إنه فيه آيباد جديد رح ينزل مع معالد جديد طلعنا النسخة هذي فيه في الكودينج برضو لحق ريموت أبل تيفي لابنشوف هذا ريموت أبل تيفي هنا الريموت نفسه في الأكواد اللي داخل موجود مكتوب إنه إضغط الزر علشان تبدأ وبرضو إلمس السنتر علشان تبدأ أو التتش سيرفس فما أدريش غصدهم شي جديد مكتوب مع أن الريموت نفسه من زمان موجود عندنا هنا ففيه تعديل خفيفة فمع تعديل هذا في الأكواد الجديدة من المتوقع أنه فيه أبل تيفي جديد رح ينزل برضو مع ريموت جديد رح يتغير ريموت أبل تيفي اللي عندنا الآن هذي الشي الجديد أنا خاف إنه أسوي شي هنا وبنتي تي جي من المشبوك على أوكي طلعت فهذا الشي الجديد في الأكواد لحق ريموت أبل تيفي طيب الأشياء الجديدة واللي عدلت هذا عدلت شي واحد إذا جهازك آيفون 11 11 برو 11 برو ميكس نسخ 11 في بعض الأشخاص واجهوها مشاكل في البطارية فالآن مع هذه النسخة إذا نزلت IOS 14.5 البيتا الثالث أو انتظرت النسخة اللي رح تنزل حق الكل أول ما تفتح الجهاز وتروح حق مكان البطارية فمنخش مكان البطارية هنا حالة البطارية تشوف فوق هنا تنبيه رح يجيك التنبيه شن هو؟ يقول لك إن الجهاز حقك جالس يشيك على البطارية الآن عندك ويستقرق بضعة أسابيع بعد ما يخلص متى كم رح يتم محد يدري؟ بعض الأشخاص يقول لك واجه المشاكل في الآيفون 11 طبعا 11 برو 11 برو ماكس كل النسخ للآيفون 11 رح تجيك هذه الرسالة أول ما تحدث الحق IOS 14.5 أول ما ينزل طيب بعد ما تخلص الأسابيع وشيك الجهاز كما الجهاز يسوي رح يجلس على دورة الشحن حق الجهاز يعني اليوم الأول كيف استخدمت 8.0 إلى 100 كيف استخدمت الجهاز كل شيء والجهاز نفسه يجيس نفسه ويجيس كفاءة البطارية بعد ما يخلص يجيك التنبيه هذا إذا الجهاز ما في شيء بطارية ما فيها شيء ممتازة ما استهلكت أي شيء يعني مثلا الجهاز هذا المصور عندكم الآيفون 11 هذا النسبة حقه 88 بعد ما يخلص يقول لك الجهاز حقيقي كويس ما في أي شيء طبعا بعد ما يخلص يمكن نسبة تتغير مثلا جهازك 88 بعد ما يخلص يصير مثلا 90 يصعد يمكن ينزل لأن يقول لك أن هناك مشاكل في الآيفون 11 في القراءة لحق حالة البطارية فابل هذه اللي خلاها سوى دي الحركة تابي بس يقرى بالضبط يعني تدقق على البطارية عشان يقراها بالضبط ويعطيك الكفاءة الحقيقية للبطارية حقتك بعد ما يخلص من ما قلتك يقول لك خلاص إن الجهاز ما يحتاج تروح حق مركز صيانة أو شيء خلاص جهازك عدل وكل شيء لكن بعض الأشخاص يمكن ما تجيهم ذي الرسالة تجيلوهم رسالة ثانية مركز صيانة معتمد من أبل مثل ما نشوف تروح أي مركز صيانة معتمد من أبل وراح يبدل لك البطارية مجاناً فأي مركز صيانة معتمد من أبل فحط له جهازك ما فيه مثلا ضمان أو شيء مع أن ايفون 11 سنة يمكن ايفون 11 خلصت على سنة بعض الدول سنة ضمان راح تغيرها مجانة المشكلة من أبل فمثل ما نقلت لكم فيه ثلاث صور راح تجيك بعد ما تحمل اليوس 14 ويد 5 أول حاجة يقول لك الجهاز قاعد يشيك البطارية راح يجيك الخيار الثاني بعد أسابيع ما يخلص التشييك يقول لك البطارية كويسة خلاص عديها تروح الرسالة يقول لك هذه أبل راح تحذف هذه الرسالة بعد ما تخلص كل شيء إذا لا ما جاتك هذه الرسالة جاتك هذه الرسالة فلازم تروح وتغير البطارية عندك فمثل ما نشوف الخطوات هذه كلها بس هذه الأشياء الخطوات هذه تدقيق على البطارية الإيفون 11 طيب هذه كل الأشياء الموجودة في الـ IOS 14.5 الـ Beta السادس أحس إنه في الـ Beta السادس الحركة اللي حطت الإيفونات 11 ممتاز يحسن من الـ Beta الخامس على الأقل سوت شيء أظل في الـ Beta هذا متى راح تنزل هاني النسخة ننتظر شوي خلنا نخلص معاكم الـ Antutu الأشياء الثانية الـ Antutu هذا الـ Antutu للنسخة التجربية السادسة هذا الرقم النسخة اللي قبل كانت عندي 6-4-0-2-7-7 هل ما تشونا في شاشة عندكم هنا طيب ما حسنا في اختلاف لا توقعوا أن في شيء الـ Geekbench نفتح Geekbench نروح 14-8-1-8-9-7-9 베العون مثل ما نشوا عن الإيام هذا الـ £6-7-5-8-7-8-8-5-6-6 لا توقعوا أنه هنا في اختلاف لا نزول وصعود خفيف جداً ما حس في فرق الأرقام هذي موجودة عندكم كلها البيت الخامس هذي هنا ما حس في فرق يعني أوكي هنا 1.604 هنا 1.597 والله هنا 1.601 ما حس في فرق أداء المعالج وكل شيء ممتاز هنا في النسخة هذي لو بنشوف معاكم هنا كمبيوت مثل ما نشوف مارت هنا النسخة السادسة النسخة الخامسة هنا معاكم فلو بنشيل هذي نخلي النسخة اللي قبل أو التست الثاني ننسو التستين هنا فالنسخة السادسة والخامسة ما يعتبر فيهم فرق هنا النسخة الرابعة برضو ما يعتبر فيهم فرق فالأداء مستغر في iOS 14.5 البيتة الثالث بس مترح تنزل أنا عارف السؤال هذا والكل ينتظر مترح تنزل النسخة هذه أسبوع القادم نجب أن نشوف شيء من أبل ضروري نشوف شيء من أبل يعني يمكن CR تنزل هذه النسخة النسخة النهائية للمطورين أو GM اللي يسمها على حسب تسميها أبل وسبوع البعد Hobel فرمضان يمكن نشوف مؤتمر Wagner ممكن إذا نزلت هنا GM أسبوع القادم متوقع أنه لازم نشوف شيء أبل لازم تعلمن المؤتمر حقها الأسبوع القادم أو أسبوع البعد ستسمعنا أبل زي كدو وسيضر العدو الأسبوع البعد بعد عادي وإهمش أنه أبل عنده الأسبوعين هذي يج towel لازم تعلمن شيء أنا المتوقع عندي أسبوع القادم أو أسبوع البعد الكثير على بداية رمضان قبل تقنع المؤتمر حقها لأن هذه النسخة رح تنزل مع العبارات الجديدة مع جزة رب الجديدة فيمكن نسخة هي تنزل حق الكل قبلها بيوم بيومي لكن على الأقل نشوف النسخة النهائية قبل المؤتمر للمطورين النسخة النهائية فكيف رح تعرف ما الفرد عن المطورين وعن اللي رح تنزل حق الكل كيف رح نعرف حنا أن النسخة هذ giornزلة أقدين مطورين المطورين أو لا بكل سهولة انه ما يكون فيه حرف النهاية إذا انتشال الحرف اللي في النهاية مثل A تكنسل وصار أرقام بس هنا ما يوجد حرف النهاية فإعتبر هذه النسخة اللي رح تنزل حق الكل لو أنا نزلتها مثلاً خلاص هذه النسخة النهاية بعض الأشخاص يقول يجي يكلمني في السناب شات ويقولوا هل ممكن أوه أنا نزلت النسخة النهاية وأبي طلع من البيت وكيف نزل النسخة اللي نزلت حق الكل الثاني لأنت قرد هذه هي عندك هذه هي النزلات الحق الثاني بس نزلت عندك قبل بأنه ما في حرف النهاية بس ففي نهاية الفيديو ننسون الاشتراك بالغناة واشتراك في حساب سناب شات شارك وفضواتكم وعمل لك المكتب ونشر المكتب ولا تنسون فضل دعاكم والسلام عليكم